الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نتكلم اليوم إن شاء الله عن مسألة مهمة من المسائل التي تفيد الأمة ودائما كلامنا إن شاء الله رب العالمين يدور ويكون محوره يدور على الكتاب والسنة لا غير فكلامنا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه وهذا هو العلم الصحيح العلم الصحيح هو الذي يرتكز على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أقواله وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتوجيهات علماء السلف أما أنه يتكلم الإنسان من عنده بلا دليل يخوض ويصول ويجول بدون أدل من الكتاب والسنة فهذا افتراء وهذا يهرف بما لا يعرف وهذا خطأه أكثر من صوابه وكلامه يخرج بسبب وناتج عن الهوى لا غير فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة وبالخصوص إذا كان الأمر غيبي ونحن الآن نتكلم عن مسائل دائما غيبية ألا وهي مسائل الأمور التي تخص الرقية الشرعية اليوم إن شاء الله سأذكر لكم فوائد إن شاء الله في باب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذكر لكم ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار لإزالة التعب والعناء الإنسان الذي يكون عنده تعب وعناء ويكون عنده كسل أو عنده عجز أو عنده شيء أتعبه في بدنه وفي صحته وفي نفسه هناك ذكر وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أكيد عن طريق الوحي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ونحن لا نقبل ولا نرضى إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالخصوص في أمور الغيبيات في أمور السحر والعين والحسد والمس والوسوسة والوهم وهذه الأمور فهذه الأمور الغيبية نحتاج فيها للعلاج والشفاء منها ما جاء عن طريق الوحي الإلهي المتمثل في الطب النبوي المتمثل في الطب النبوي ولا نجتهد في أمور تخالف الشرع وتخالف ما جاء به الوحي وما جاءت به السنة المطهرة ونترك هذا الخير العظيم نترك ما يقربنا إلى مشكات النبوة ونستبدله بالذي هو أدنى نذهب فنأتي بالطب اليوناني وبالطب الصين البوذي ونأتي بخزعبلات قالها جهل من اليونان أو من الصين أو من الهند ونقدمها على كلام ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مثل العلاج بالطاقة العلاج بالطاقة أصله ليس من السنة وليس من الكتاب وليس من أي شيء لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء ولا السلف بل هو بضعة تلقفها المسلمون للأسف الشديد على أنها علم وطب متطور من الطب البوذي الصيني اليوناني وجعلوه أعظم وأفضل من العلاج بالطب النبوي جعلوا الطب النبوي الطب الإلهي الذي جاء عن طريق الوحي طب عادي طب تقليدي أما هذا الطب الجديد مثل الطاقة ومثل اللمسة الاستشفائية وهذه الأشياء التي يدندن حولها هؤلاء أصحاب الخزع بلات والبدع جعلوه هو الطب المتحضر الطب الذي يمشي مع العصرنا الطب الذي يخالف ذلك الطب التقليدي الذي يقصدون به الطب النبوي عليه الصلاة والسلام لم يكفيهم الكتاب لم يكفيهم كلام ورب الأرباب لم يكفيهم الذكر والدعاء الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهبوا يخترعون علاجات من عندهم ويأتوننا علاجات أخرى من عند الكفار التي أساسها كله عن طريق التجربة يعني عن طريق الظن عن طريق الحدس أما الطب الإلهي الطب الذي جاء عن طريق الوحي لا حدسة ولا ظنة ولا تجربة فيه بل هو من عند يا ربي الأرباب من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الطب القطعي فهو علاج قطعي لما يقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين يعني القرآن شفاء وفي العسل فيه شفاء للناس وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم كما كان عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالشفاءين القرآن والعسل وكان يستشفي ويعالج به علي رضي الله عنه وأيضا عوف والكثير من الصحابة كانوا يعالجون بالقرآن ويعالجون بالعسل وبالحبة السوداء وبالسنة مكي وبالقصط الهندي فنحن لا نترك كتب ربنا ونترك سنة نبينا وما جاءنا عن الصحابة والسلف إلى هؤلاء الرعاء إلى هؤلاء الرعاء إلى هؤلاء المجانين والمرضى الذين يقدمون التجارب ويقدمون العلاجات التي بنيت على التجارب والظن وعلى الحدس يقدمونها على الطب الرباني الذي جاء عن طريق الكتاب وجاء عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلاج التعب وإزالته والعناء والكسل والعزز جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يريد أن يعالج هذه الأمور يريد أن يزيل التعب ويريد أن يزيل العناء فأفضل ما يذهب إليه هو ما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله قد جاءنا في السنة ما يزيل التعب والعناء ويزيل الكسل والعجز ويزيل هذه الأمور من جسد الإنسان ومن نفسية الإنسان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما فاطمة رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما بأن يأتيها بخادم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك ما هو خير لك منه يعني خيرا أو خير من خادم قال لها صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عندما نامك عند النوم ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين ثم قال سفيان يعني روي الحديث إحداهن أربع وثلاثون فما تركتها بعد قبل ولا ليلة سفين قال ولا ليلة سفين ليلة سفين هذه معركة وقعت بين علي رضي الله عنه وبين الخورج قال حتى في هذه الليلة العويسة ليلة الجهات ليلة الحرب لم يترك علي رضي الله عنه هذا التسبيح الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة لكي تزيل التعب والعناء هذا الحديث فيه فاطمة رضي الله عنه ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادم كان قديما يستعملون الخادم والعبيد للأشغال الثقيلة والعويصة والكبيرة يستعينون بهؤلاء الخدام فأرادت أن تطلب خادما فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أين وجهها قال لها ألا أخبرك ما هو خير لك منه يعني أخبرك بشيء خير لك من هذا الخادم الذي هو قوي ومفتر العضلات ويساعد عن الشقة وعلى التعب ماذا قال لها؟ قالها تسبحين يعني أنت يا فاطمة تسبحين الله عندما نامك يعني إذا أردت النوم وأخذت فراجك للنوم تسبحين الله ثلاثا وثلاثين تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين يعني عندما تأخذ فراجها وهذا موجه للمرأة أو للرجل أي شخص عنده تعب وعنده عناء وعنده شقاء وعنده كسل وعنده عجز في نفسه ويحس بذلك يفعل هذه السنة السنة القولية التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حدث عام ليس لفاطمة فقط بل أي شخص أو أي مسلم من المسلمين وجد من نفسه تعبا وعناء وكسلا وعزا يفعل هذه السنة المطهرة التي جانت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل؟ إذا آوى إلى فراشه وأرد النوم يأتي بـ 33 يعني يسبع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 والتحمدين الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 وتكبرين الله 34 تقول الله أكبر الله أكبر 34 فإذا جاءت بهذه السنة المطهرة وجاء الإنسان قبل نومي بهذه التسبيح وهذه التحميدات والتكبيرات يجد خفة في نفسه ويذهب ويزول عنه ذلك التعب بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه جاء عن الصادق المسدوخ جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يفعله نصدقه فيه عليه الصلاة والسلام فقلت الذي به تعب وبه عناء وبه شقاء وبه تعاسى وبه كسل وبه عجز يأتي بهذه السنة المطهرة ألا وهي التسبيح عند النوم يستذبح ثلاثا وثلاثين ويحمض الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله أربعا وثلاثين الحديث رواه البخاري في كتاب النفقات باب خادم المرأة قال الشيخ بن عثيمين في شرح صحي البخاري رحمه الله وفي هذا الحديث اسمعوا الشرح جيدا وفي هذا الحديث أن علي وفاطمة رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك يعني يسبحون ويحمدون ويكبرون كان يفعلان ذلك وأن الله سبحانه وتعالى أعطاها قوة على الرحة لأن فاطمة كانت تستعمل الرحة من أجل الخبز من أجل الدقيق فتشققت يدها بسبب الرحة وكانت تتعب عندما تقوم بتلك الرحة لأنها ثقيلة وإنها متعبة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما يعمل في تلك الرحة من أجل الدقيق والخبز فقال الشيخ بن عثيمين كانت تذكر الله سبحانه وتعالى تحمد الله عند النوم وتسبح وتكبر قال أن علي وفاطمة رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك وأن الله سبحانه وتعالى أعطاها قوة على الرحة فلم تجد في يدها شيئا بعد ذلك بعدما جاءت بهذه السنة المطهرة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت لا تجد تلك التشققات في اليد ولا تجد ذلك التعب بل أصبحت تجد قوة على الرحة قال بعد ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير لكما من خادم خير لكما من خادم الشيخ بن عثيمين يكمل الكلام قال اسمعوا كلامه جيد أنا قال وعلى هذا فإذا كان الإنسان يشتكي أهله أهل هذا الإنسان يشتكون ماذا يشتكي أهله من العمل فإنهم إذا فعلوا هذا الشيء يعينهم الله على هذا وهذا يشرع لكل امرأة تجد تعبا من عمل البيت هذه السنة لجميع النساء المسلمات المرأة في بيتها إن وجدت تعبا في الشغل أي شغل البيت في أي نوع من أنواع أشغال البيت إذا وجدت تعبا دائما في الليل إذا آوت وذهبت إلى فراشها تسبح الله ثلاثة وثلاثون وتحمد الله سبحانه ثلاثة وثلاثون وتكبر لها أربعا وستجد حاولوا أن تجربوا هذا لكن لا تجربوه فقط من باب التجريب لا بل جربوه بيقين وبإخلاص بأن الذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سادق السادق المسدق أننا نسدقه في كل ما يقول وفي كل ما يفعل عليه الصلاة والسلام فإذا فعلت هذا المرأة إن شاء الله وجدت قوة على شغل وعمل البيت هذا قول الشيخ بن عثيمين انتهى لكن أنا أقول ماذا أقول لكي يؤثر هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له ثمرة يجب أن يتوفر فيه أمرا يجب أن يتوفر أمر لكي يؤثر هذا الذكر الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الأمر قال الشيخ بن عثيمين في نفس الكتاب رحمه الله قال لكن لابد أن يكون هناك محل قابل يعني القلب الذي يقبل هذا الذكر ويقول هذا الذكر إنما هذا السلاح والسلاح بيد حامله كالفاتح أعطى مثال الشيخ بن عثيمين وهذا الذي نراه في الكثير من المرة الذين يقرأوا عليهم القرآن ولا يشفوا السبب قال كالفاتح رقيا ورقى بها الصحابة من اللدغة وقام كأنما نشط من عقال يعني المريض وكثيرا ما يقرأ بها ولا تؤثر هذه التأثير يعني الكثير من الرقاة يقرأون على الناس الفاتحة ولكنها لا تؤثر أبي سعد الخضر رضي الله عنه قرأ بها على لديغ فقام ونشط من عقال يعني قام كأنه لم يكن مريضا لكن الرقاة الآن لا يقرأون الفاتحة يقرأ الفاتحة يقرأ صورة البقرة يقرأ صورة الجن يقرأ الألي عمران يقرأ النساء يقرأ المعاودتين يقرأ آية الكرسي يقرأ ممكن خمسة عشر حزب أو عشرين حزب ولا يشفى المريض ما السبب؟ ما السبب؟ أين الخلل؟ وقد تكلمنا الخلل قد يكون في المريض ويكون أيضا في الراقي لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يقرأون الفاتحة فقط فيشفى المريض قال وكثيرا ما يقرأ بها ولا تؤثر هذا التأثير مع أنها هي الفاتحة لم تتغير لكن كما قال أهل العلم السلاح لابد له من محل قابل ومن حامل قابل له فما كل من يحمل السلاح يستطيع أن يضرب به ولا كل من استطاع أن يضرب به يضرب محلا قابلا يعني يجب أن يكون هناك محل قابل وهذا المحل تكلم عنه ابن القيم في كتبه رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وفي كتابه الداء والدواء وفي مدر السالكين وفي زاد المعاد رحمه الله المحل القابل هو القلب الذي يقبل هذا الشيء ألوه هو القرآن والسنة المطهرة وهذا الذكر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب اسمعوا جيدا هذا الذكر هذا الذكر الذي ذكره النبسة يعتبر ذكر قال إن الذكر يعطي الذكر الذي يذكر كوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه سبحان الله سبحان الله فالإنسان إذا كان لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ممكن لا يستطيع حمل أي شيء ممكن لا يستطيع حمل عشرة كيلو جرام أو لا يحمل خمسة كيلو جرام لكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الحمل واستغفر واسبح الله وكبر الله ممكن يحمل أكثر من ذلك الشيء بأضعاف الأضعاف لأن الذكر يعطيه القوة الذكر يعطيه القوة وهذا مستقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة وطلبت منه أن يأتيها بخادم قال لها ألا أدلك على ما هو خير من الخادم ثم قال لها سبح الله ثلاثا وثلاثون وأحمد الله ثلاثا وثلاثون وكبر الله أربعا وثلاثون قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الواب الصيب ماذا قال اسمعوا جيدا ماذا قال وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول أو يذكر أثرا أو يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة ملائكة لما أمروا بحمل العرش ملائكة العرش إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوه فلما قالوا حملوه قال ابن القيم حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوي بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش قالوا ربنا لما خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرش قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش قال لذلك خلقتكم فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا سبحان الله يكمل ابن القيم قال وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف ركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر هذا قول ابن القيم هذا قول ابن القيم انتهى كلام ابن القيم قال هذه الكلمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب جدا من معاناة الأشغال الصعبة والتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف ركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر حتى أنها تدفع الفقر بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا قول الآئمة وعلماء السلف رحمهم الله قلت أقول وقد جاء هذا في القرآن الكريم في صورة غافر الآية 7 قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فالملائكة الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم فهذا التسبيح أعانهم على حمل العرش فهذا أمر بسيط والحمد لله سهل في متناول الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى وهو موجود هذا الذكر في حد ذاته موجود في كتب السنة المطهرة فالمرأة أو الرجل الذي يجد في نفسه تعب أو عناء أو شقاء أو يجد صعوبة في أمر ما ما عليه إلا أن يأتي بهذه السنة المطهرة وسيجد العجب العجاب عندما يأوي إلى فراشه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثون ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثون ويكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربعا وثلاثون وسترون بإذن الله سبحانه وتعالى العجب العجاب حاولوا أن تجربوا هذه السنة بقلب موقن بها خالصا لله سبحانه وتعالى وستجدوا خيرا كثيرا وعظيما بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن نتمسك بالكتاب والسنة لا نأتي بالجديد نأتي بما جاء عن الكتاب وعن السنة لا غير لا نتفلسف لا نخترع لا نأتي بالخزعبلات لا نأتي بالبدع لا نأتي بالضللات لا نأتي بالفلسفة نأتي بما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى عن ربنا سبحانه وتعالى وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن التابعين وتابع التابعين إلى آخرهم بالإحسان إلى يوم الدين نترك الكتاب ونترك السنة ونترك الصحابة ونترك التابعين ونترك تابع التابعين ونترك العلماء السلف القدمى والمتأخرين ونذهب إلى اليونان ونذهب إلى بيزنطة ونذهب إلى الصين ونذهب إلى بوذا ونذهب إليه أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيا إخواني بارك الله فيكم من يجد في نفسه تعبا أو نصبا أو عناءا أو يجد شقاءا أو يجد خوفا من ملك ما أو يخاف من ركوب الأهوال أو به فقر فما عليه إلا أن يتوجه إلى هذه السنة المطهرة التي وجهنا ونصحنا وأوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم